السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو اليوم اليوم اجبت لكم الارسات الخبز المحشي الذي كتبت لي الكثير عنه في الفيديو التي قبلها ديت علاسوب كنت قمتلكم علاسوب و كم الكثير من قائلين يضعنا الارسات إما اليوم اجبت لكم الارسات سنرى كيف يوجده الأولى التي نبدأ بها نوجد الفرس و ما سنفعله في الفرس سنستعمل الجاج كما رأيكم ترى هنا عندي سترتع الجاج يعني ما فيه العضم من جلده نضعها كدافيت نيجرة و لافكاسر هنا كما هادية تكون تقيلة نضعها مغرفة كبيرة عموطار نضعها ملح و شيء في الفلك حال مورد 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 نضعها في المنزل أولا نضعه زيت هنا نوجد أرطل فارينة توجد أخي وليد كينا بلكاست تجيكم 3 كيسان ونصف فارينة نضيف 3 مغرفة كبيرة حليب غبرهم نضيف مغرفة كبيرة السكر و مغرفة كبيرة خميرة الخبز و مغرفة صغيرة ملح نخلطهم بنا ونضيف حفرة في الوص نضيف فنجال و نضيف داخل المزيد لديه المزيد نضيف السكر نضيف المزيد و نضيفه في المبلي و نضيف المزيد إذا لم يكفيني ما نزيد فيها أنا وش حال جاني الفادلة جاني كاسمة هذا اللي استعملته وزيت زوج مغارف ثلث مغارف كبار نخلط العجينات التعجن ملاح واحد عشر دقائق يعني كمان مغالف نقول لكم البيتخان يضي الوقت على العجين باليد يعني إذا عجنته بالبيتخان خلوه عشر دقائق إذا عجنته باليد خلوه يعني يعني البيتخان يضيه خمس دقائق يعني وكيف يمزاف لي قولوا لي اللي ما عندوش بيتخان كيفاشي عجن كيمزاف لي فيديو يعني وحد طروا ولاقات فيديو درتهم من قبل وين عجنت بيدي يعني اللي ما عافشي عجن بيديو يدخل لي يشوف الفيديو تعال البريوش بشي كوله والمطلوع يعني كنت عجنته باليد يوجد ممتاز وقل هنا مرمجة عشر دقائق يعني اللي عجنته علي قيمة طريبية و permukated نحويها نغطيها نخليها تريح يعني حتى وتخمر الطريبية واحد كانون تسامين إلت غادك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و اضعوا ونحضوا في القناة ونحضوا لا يكفي الوقت ميات سهلة كبيرة في المنزل ثم نضيف سجمغة كبيرة نضيفه ثم نضيفه ثلاثة حليب نضيفه بالفوة ثم نضيف ملح ونضيفه ملح وفراماج بلان نضيفه لفراماج بلان سوف نقوم بتحضير ملح نحبطها ونقوم بتحضير طويل ونقسم حبات يعني الحبات التي تحبوها كبار او صغر قسمتها على عشرة حبات خبزات يعني يجوني مائة ليس كبار بزاف و ليس صغر اشتركوا في القناة لن یحن أصبح حبات نجيب حبات الي قسمتهم ننكورها ايه وبعض نستعمل فارينة ونحلها بالطول يعني نراققها بالحضر كما اخبرتكم نحلها بالطول ونجيبها ذيك لافارس لدرتها نعمرها هكذا في الوسطة ونغلقها يعني دوك تشوفوا كلش في الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نغلق طريبين هذه الحبات ونضعها في الفر لا تخرجي لافارس نضعها بالزيت ونضع الحبات من الجهة نضع الحبات الأخرى ثم ندخلها من الفر نكون سخنته وطفيته لكي يخمروا لي يعني لا يطولوا 1-4 ساعة يخمروا قبل أن ندخلهم يخمروا يعني ندخلهم لا ضرورتهم نجيب الصفر على البيض نكون ندرت له قطرات الخل شوية ليس سوني على القطر الخل وشي يعني ندر مع الصفر على البيض راح ينحي رايحة على هذا الصفر على البيض ويعطي 1 بريانس شابه للخبز يجو يعني يبرييو ندهان كاملة تحبات في هذا الصفر على البيض ومبعد تحبوه انا قدرت يعني زيتون ودرت شوية سانو جميل فوق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جميعهم اشتركوا في القناة وزيروا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كمثلة جاو هاي لين يجو خفاف بزاف يعني لا فارس دا حم تاني كبنينو جاسبار يكونوا عجبوكم ولي قاولي يعني ديرنا دي صندويجة على البحر هادو ما تاني كيليقوا البحر اشتو كيفاش سهليني وجدو رابيد مون ايه جاسبار تكون عجبتكم لا فيديو تا اليوم اذا عجبتكم ما تسرج ديولي جام تابوني وتاك سيفي لقلوش بش يلاحقوكم كامل ميروسات دوك نقسم لكم برك حباب بش شوفها كيفاش جيم للداخل اما بخالغين نقول لكم سلام